في ديئة تسعة بعد التسعين تعدوا المجنون في الوقت القاتل بين النصر والأهل والكلاسيكو انتهى إزاي ما بدأ جماهير النصر كانت بتحتفل بأسطرتهم كريستيانو اللي وصل لتسعمائية جول في مسار وختموا الماتشو هم بيحتفلوا بنقطة خدوها بعد السيناريو دراماتيكي تيفو الأهل كمعبر برضو إن إرس لا يمح أبدا وده اللي عكسوه في الملعب لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد ويلا بينا نشوف إيه اللي حصل في قمة الجولة الثالثة من روشنجيتو النصر بدأ بتشكيلته المعتادة وكاسترو فضل يبدأ بالخيباري بدل غريب والنجد دي هو اللي غطى مكان تانس وطبعا نور التشكيلة المدافعة الجديد سيمكان أما بالنسبة للأهلي فاللي نور وجدت تشكيلتهم هو المهاجم الإنجليزي إيفان توني وكان وراء البريكان جنب محرز وفرمينيو والظاهير الشمال كان عبدالله العمار بدل بسام الحريجي الشوت الأول اتلعب بحرص كبير من الفريقين كان هادي وما فيهوش نقط كتير نتكلم فيها لعبة الوسط الهجومي ما بتتقدمش سواء بروزوفيتش أو كيسية واللعبة أغلبه في نص الملعب إلا من كان فرصة خطيرة كده خلتني سميه شوت الحراس لأنهم كانوا الأهم والسبب في خروج النتيجة بيتعادل السلب تصدي بنته المبهر لفرصة فرمينيو الخطيرة وتصدي مندي لفرصة من بروزوفيتش وفيه كورة إبانيات شالها من على الخط بعد تسديد 8 45 دقيقة شفنا فيهم 8 تسديدات بس من الفريقين 6 للنصر و2 بس للأهل أربع منهم كانوا على المرمى اتنين من كل فريق ترابع يا ياسة في الشوت الأول وحرصوا أنه ما يستقبلش هدف مبكر مبرر بالنسبالي بيلعب برأرضه وبيحاول يسجل من غير ما يستقبل ماشي لكن كاسترو بقى انت محتاج تبقى فعال أكتر من كده في الهجوم ده انت بتلعب على أرضك هو أكيد وضع صعب انك تلعب الكلاسيكو والأخبار من أول الأسبوع بتقول انك هتمشي بعد الماتش لو خسارك وفوق كل ده قاعدين بيكترحوا بودلاء كمان بس برضو طول ما انت واقف على الخط لازم تدي كل تركيزك في أرض الملعب في الشرط التاني بقى كيسي وبروزوفيتش لما بدأوا يتقدموا أكتر شفنا خطورة أكبر ومن أول دقيقة كيسي كان في منطقة جزاء النصر وسدد كرة خطيرة شوية تركيز بس وكان زمان الجول الأول للأهل واستمرت المحاولات لحد دقيقة السبعة وخمسين لما التمرينة جميلة من البريكان كيسي القادم من الخلف شاط واحدة في التسعين لا تصد ولا ترد ولو ما قدت شايف مين اللي شاط الكرة من توقيتها وقوتها سهل أو يتتوقع انه كيسي لعب عودنا على الحسب في الأوقات المهمة بعد الجول بقى الماتش حلاوي قوي لأن النصر كان عايز يعود الجول اللي دخل فيه ويا ياسلى بقى ساعدهم بحكتين الأولى انه من بدري قوي يعني بعد ديئة الستين تراجع علشان يحافظ على الهدف والتانية تبديلاته اللي مش موفقة خالص عايز تحافظ على الهدف اللي سجلته استحوذ على الكرة وحاول تكسب كرات سبتة أكتر لكن تتراجع وتخسر ميزة ان النصر ما كانش عارف يوصل لمرمج بسهولة أصلاً في الشوت الأول النصر عمل ست تزديدات على المرمج في الشوت الثاني بقى عمل 13 يعني الضيع عندك حرس كبير زي مندي ما اختلفناش بس النصر برضو عنده كريستيان ومانيو غريب وتلاسكا والغنان أي واحد فيهم ممكن يقلب النتيجة في لحظة ومهما تقلق مندي وارد تضيع منه كرة في مر على الناحية الثانية بقى كاسترو لازم نديله حق ونقوله انه كان موفق في تبديلاته وصحح غلطات التشكيلة اللي بدأ بيها ميزة لعبة النصر بقى انهم ميقسوش رغم الفرص الكتير اللي ضيعوها تلاسكا الواحد مضيع نص الفرص انت وضميرك بقى تلاسكا وفضلوا يحاولوا لحد آخر دقيقة آخر دقيقة حرفياً في الديقة 98 غريب بيلعب كرة عرضية كريستيانو حاول يسجلها براسه بس رحت للغنام اللي سد والحريجي محطش رجله فيها بشكل صحيح علشان يوقفها فاتسبب في جول عكسي سيناريو صعب على كل الأهلوية من دي بعض الماتش كان بيعيط محترف صراحة أقول لي الجمهورين مبروك ولا هارد لك كل واحد فيهم طلع بميزة وعيد بس الميزة لنا كمحايدين ان النتيجة دي هتشعل المنافسة على الدوري أكتر ده كان كل كلامي عن ماتش النصر والأهل قولي بتشجع مين فيهم وهل فرحون بنتيجة فريقك ولا لا كان نفس أتكلم عن الوافد الجديد إيفان توني بس ملحقش يظهر معذور برضو أول ماتش جاي يلعبه كان كلاسيكو وبين فرقتين هدفهم الفوز بالدوري بس هيبقى لنا كلام أبطر عنه المرات الجاية أكيد علشان كده اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات علشان يجي لك كل جديد وسلامة